موسيقى مشاهدنا الكرام أملا بكم في موعد جديد برنامجكم وريادي مسبوع على قناة ميديا دي في بانوراما سبورة في حلقة الأسبوع حديث جديد عن المنتخب المغربي حديث جديد عن فوز المنتخب المغربي عن نظره من جنوب إفريقيا بهدفين لواحد في الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا كود ديفوار 2023 حديث عن فوز صعب على حساب منتخب جنوب إفريقي لقاء فيه الكثير من علامات الاستفهام قيارات بشرية غير متوقعة أسلوب تكتيك مكشوف وتصريحات مثيرة أطلقها العميد رومانسيس العميد تساءل وقال ما يحدث في المنتخب ليس عاديا وأداء كالذي قدمه والرفاق في المباريات الأخيرة يعني أن المشاركة المونديالية المقبلة ستكون على إقاع الهزائم قبل المباراة وأثنائها وبعدها لا حديث في الأوساط الرياضية بل في الشارع المغربي عموما سوى عن الربان المقبل للمنتخب المغربي اسماني بارزان متداولان لخلافة المدرب البوسني الحسين عموتة مدرب المنتخب المحلي ووليد أرجراجي مدرب الوداد البيضاوي وبينهما أسماء أخرى محلية وأجنبية والإجابة بكل تأكيد ستكون بعد مباراة ليبيريا مساء الاثنين ولمناقشة محاور هذا العدد من برنامج بانورا مسبور معنا من مدينة الضر البيضاء الصحفي الرياضية الزميل والصديق قرية الغازيس الرياض ألم بيك وشكرا على تلبية دعوة البرنامج أهلا وسهلا أخي عبد الله وصفو عاد وقبل كل شيء أود أن أهني أكى زميلي عبد الله على تعيينك رئيس القسم الأرضي بالتوفيق إن شاء الله ومزيد من النجاح إن شاء الله شكرا جزيلا لك صديقي رياض وأيضا معنا من مدينة الضر البيضاء الدولي المغرب السابق والمدرب حاليا خالد فهميسي خالد ألم بيك وشكرا على تلبية الدعوة مرحبا لمشاهدي الكرام وسكرا على استدافة أهلا بيك والترحاب موصول لمحل البرنامج بانورا مصبور صديقي وزميلي فؤاد حنوي أهلا بيك عبد الله ومرحبا بأصدقاء ناسي خالد فهمي وسرياض الغازي تحية لكل المشاهدات والمشاهدين الكرام إذن أهلا بكم ضيوفي الكرام أبدأ معك النقاش صديقي خالد فهمي إذن المنتخب المغربي رغم عودته في النتيجة مع منتخب جنوب إفريقيا كان منهزما وتمكن في نهاية المطامن تحقيق الانتصار إلا أن هناك عدم رضا على أداء المنتخب المغربي بداية كيف تعلق أنت على هذه المباراة التي تأتي بعد مباراة غير مطمئنة للمنتخب المغربي خاسرها في أمريكا بثلاثية نظيفة حقيقة مقابلة كان منتظر بسيطرة الفريق الوطني المغربي نظر الفوارق الفرضية بين لاعبين فلاعبين المتخب الوطني لاعبين عندهم تقنيات عالية يلعبون في فرق جيدة على سعيد أوروبي وكذلك الفريق جنوب إفريقيا كان من منتظر أنه يلعب في طريقة دفاعية صرفة فسطع ما أمكان باشي حول ما أمكان ما يخليش مزاحات في الدفاع ديالول بحي تلعب خمس لاعبين مدافعين في الخلف كذلك جوج ديال لاعبين مصد الميدان ثلاث لاعبين بالأمام ولكن هؤلاء اللاعبين كانوا دائماً يرجعون للوسط لإصديق المزاحات على الفريق الوطني تنظر الفريق الوطني سطع خلق العديد من الفرص ولكن لأسف ما كانت في عالية حاضرة في هذه المقابلة مما صعب على الفريق الوطني هذه المقابلة وكننا تنتظروا بأن الفريق الجنوب أفريقي نظراً للاعبين سرعة لاعبين في الأمام بأنه غير العب للكورات المرتدة وتنعرفوا متى تكون في مقاربة المقابلة التكسيكية فإذا كان الفريق آخر فهو مستوى دياله ضعيف نظراً للفريق المغربي فهو غير يرجع للدفاع تكون المشكلة فقط في التحول من الهجوم للدفاع بحيث أن الفريق الوطني قام مشاكل خصوصاً في الهدف الأول فكان طياع كرة وبالتاليفة حول ما كان يلعبوا في نصف ملعب فريق الوطني وستطعوا وجهوا هدف ولكن بالنسبة لي بالصفة عامة فريق الوطني ستطع باشي خلق العديد من الفرص تنظر أن كانت 50% من الفعالية كان بإمكان الفريق الوطني يفوس المقابلة في الشوط الأول على الأقل تكون عنده الامتياج بثلاثة أو أربع هدف ولكن الآسف ما كاشفة عالية وكان مشكل كما قلت بالنسبة لي كان فقط في التحول من الهجوم للدفاع بحيث بأنه كان فقط لعب مرابط هو اللي لاعب وسط الميدان الدفاعي وبالجانب دياله كان لا لاعب أملاح ولا لاعب برقوخ فلاعبين عندهم ميزة بأنهم وسط الميدان ولكن هجوميين وبالتالي فعند ضياع الكرة فتكون فراغات لإخلاص فريقة لجنوب الإفرعي الساطع يديرنا مشاكل من خلال الهجومات المضادة بطبيعة حال المنتخب المغربي بالمقارنة مع المباراة السابقة تمكن أنه يصنع العديد من الفرص ولكن كانت هناك غياب أن نجعله جميع في المقابل هذه الهاجمات الكثيرة التي صنع المتخب المغربي صديقي رياض سمحت الفريق الخاص الذي ليس فريق قوي فريق غاب عن كأس أفريقيا سمحت له أنه يهدد لشباك المتخب المغربي وسجل من أول كرة تمكن مستراليها وتسجيلها دف سبق بالفعل وهي نصحة مشابهة والمطابقة للأصل للهدف لتسجيلنا أمام الولايات المتحدة الأمريكية وهناك يبان بأننا لا يمكن تصحيح الأخطاء من طرف النقب الوطني يعني أنا متافق مع سي خاليد يعني إذا نبزب للشيغال من الناحية الهجومية ولكن دعني أقول لك بأنك بعد اللاعبين لداروا جوج لا تذكواري ولكن لم يبانوا شخل المباراة هنا أخص بالذكر لعب أيمن برقوق يعني لعب لما جاهش لعب لكيفتقد التنفسية لعب لما لعبش مع متوسط ميدان فريق المنتخب المغربي لمبارايات متعددة وبالتالي يبان بأنك ناتج جارية في اختيار بعد اللاعبين صحيح كنا في المستوى الجيد من الناحية الهجومية وكي أظن بأن هذا كان مجهود من اللاعبين لأن لا يعقل ربما الناس تقنين غيكونوا لاحظوها لا يعقل بأنك اللاعب الجوج المهاجمين في البداية المباراة اللي هما كيتشابه في البروفيل ديالهم أخص بالذكر يوسف نصيري والتي سوداني الأمم أظن بأن مباراة شنفع أمور جيدة ولكن دائما هناك سلبيات سلبيات في اختيار العناصر التي تبدأ المباراة شنفع عناصر اللي كانت تستحق منذ البداية أخص بالذكر أمين حاريت أناحي وأيوب الكعبي كيبان بأن المدرب كيصحح الأخطاء اللي كيبدأ بهم المباراة وبالتالي فما كان ضج بأن المنتقب الوطني يمر بصحة جيدة وكما قلتها سابقا فشاهد الشاهد من أهلها يعني لاعب مدافع قائد المنتقب الوطني فهو يصرح أن هناك أخطاء منظمة الدفاعية ربما سنناقش هذا الموضوع ولكن هناك أشياء إيجابية ولكن سربيات دائما تعاد مع وحي خليل نعم صديقي رياض سي فؤاد يعني الكل انتقد أداء المنتقب المغربي رغم أنه كان منهزيم وعاد في النتيجة مع منتقب جلو إفريقي كما قلنا سابقا ليس بالقوة التقليدية في كل إفريقية حاليا الفريق اللي غاب عن كأس إفريقية الأخيرة في الكاميرون حديث كبير على نقاش لأن الجماهير تتكلم الإعلامي تتكلم الجميع يتكلم عن ربما ضعف تكتيكي في المنتقب المغربي ولكن اليوم عميد المنتخب اللاعب الذي يحمل قامس المنتخب لأكثر عشر سنوات رومانسيف يقول بأن المنتخب الحالي إذا دهى هذا المنتخب نيت للمونديال فنعود بالهزائم ويقول بأن عامل كبير تكتيكيا فهو العميد المنتخب رومانسيف ربما أثارت الكثير من اللغة وكثير من التساؤلات خصوصا أننا نعرف اللاعب هو اللاعب كاتوم يعني ماشي متعود على مثل هذه التصريحات أو التصريحات الرنانة وحتى ربما التصريح جافقت عند مغادرة أرضية الميدان لأننا كنا نعرف أنه مرة أخرى كان هناك تعتيم إعلامي كان هناك مرة أخرى أشياء غير مفهومة في ظل غياب التواصل التام بين المنتخب ووسائل الإعلام كنا نعرف كان هناك ندوة صحفية لم يتم تنظيمها التي هي متعارف عليها دوليا أنه يجب أنه يتم تنظيم ندوة صحفية قبل المباراة لا للناخب المغربي ولا لأحد اللاعبين تنظيمها إلغاء تصريحات بعد نهاية المباراة وبطبع الحال هذا شيء غير مفسر وغير مبرر بالنسبة لأبجادية التواصل مثل هذه اللقاءات الدولية فربما رومانسيس استوقفوه مجموعة من الإعلاميين على أرضية الميدان وهذا التصريح ربما يأتي في لحظة غضب نلاحظ أنه حتى بعد الفوز رومانسيس يحس بنوع من الغضب من غياب نهج تكتيكي واضح المعالم لأنه مرة أخرى كل المباراة كنخذوها كنخذوها يعني بتشكيل مغير بنظام مغير كنلعبوا نوبا كنلعبوا خمسة ثلاثة اثنين هذه المباراة أو تنين كنلعبوا بربعة ربعة اثنين حتى لأن الآن وأننا في حق التجارب منذ ثلاث سنوات يعني منذ ما جاء المدرب واحدة لذلك لازمنا في حق التجارب لازمنا لمنع على الوصفة الميتالية ودر ربما شيء يتير أكثر من علامة استفهام بالنسبة الناخب اللي راكم تجربة كبيرة يعني لازم أنه يكون عنده العناصر كيعرف اللاعبين اللي كيتوفر عليهم يعني وكيعرف اللاعبين اللي كيتوفر عليهم يعني أنا كنت أرضية الميدان وكنت حضرت المباراة كتشوف يعني كتشوف وانت في الميدان كنتشوف أن بعض اللاعبين اللي كتنقصهم الجاهزية كتنقصهم تنافسيا لما انتحدث على لعب كأيمن برقوق اللي غاب عن اللقاء السابق ولكن ما يشفع له أنه يرجع للمنتقب هل خارد لقاءات في الأوين الأخيرة مع فريقه لا لم ياخد لقاءات عديدة مع فريقه انتراكت فرانكو هذا الموسم كان دائما إما في المدرجات أو في بعض الأحيان في بعض الأحيان يعني كيدخل كلاعب احتياطي وكناك نشوف يعني نقص التنافسية ونقص الجاهزية لما نراهن على لعبين كما تكرريات بنفس الخصائص يعني أنه دائما كيلعب لعبين اللي هما كيلعبوا في البوكس يعني كيلعبوا في مربع العملية كتكيلع ملا سودالي ونصيري ونصيري مرة أخرى ربما كيعتمد على نصيري وعلى الكعبي أين هما الأجنحة اللي غادي يمدوا لهذا اللاعبين بالكورات أين هو وسط الميدان الخلاق يعني مرة أخرى صديقي فؤاد يعني اليوم لك أن تشوفوا الكلام دي العميد رومانسيس أمر التطحات كما يقولون وشهد شهدون أهلها هذا لاعب هذا عميد للمنتقل المغربي اللاعب اللي عاص ربما أربعة أو خمسة المداربين كان مع رشيد توسي كان مع غناغ كان قبل ذلك مع ززاكي اليوم مع عمر مخارب شي تصريح ويقول بأن المنتقل المغربي تكتيكيا ضعيف هذا ما قاله بشكل مباشر ويحذر من مشاركة مغربية للنسيان أو كارتية إن ظل المنتقل المغربي على هذا الشكل كيف تعلق على تصريح اللاعب رومانسيس أولا سنشوفوا المواصفات اللاعب السيس لأننا ما أخذت الوقت باش نفكر جيدا لماذا الخروج دي اللاعب السيس بهذا تصريح تنصب أن اللاعب السيس هو لعب قوي دفاعيا في نزالات تنائية لاعب لعب جيد كذلك في كرات رأسية لاعب خروج بين الكرة بالأرجل تهو لعب جيد ولكن مش لاعب له سريع اللي بإمكانه اللاعب بعيد على المرمى في المقابلات السابقة وبالتالي كانوا مشاكل خصوصا في مقابلة الأخيرة كذلك في مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ لأن لاعب في وسط الميدان وكذلك في مواجمين عند فقدار الكرة لا يكون هناك واحد درد الفعل سريع وبالتالي فعندما تلعب الكرة في الظهر دي اللاعب سيس فهو عنده مشاكل كثيرة اللي خلت بأن الفريق الوطني تشلل الهدف اللي تشل عليه ضد جنوب إفريقيا وهذا من علاوث أن اللاعبين كما قال ما كانش واحد انضباط تكتيكي كبير للاعبي في وسط الميدان لتضيق أو عدم ترك الفرصة اللاعبين عند القرى باللاعب في ظهر اللاعب سيس وبالتالي هذا هو تضمر دي اللاعب سيس لأن جمعة من اللاعبين ما يكونش هناك واحد العمل خصوصا كما قلت إما تشكون هذا المقاربة يعني السيطرة والسحواذ عن القرى فالفريق الخصم عنده مساحات عنده تشكل القرى وممكنه اللاعب الضهر دي الدفاع الفريق الوطني المغربي وكما قلت فمواصفة اللاعب سيس وكذلك طريقة اللاعب فريق الإنجليزي ففريقه فهو فريق اللي تلعب دفاع منخفض بالتالي ما تكونش مسافات في الضهر تكون تلعب أريحية مع الفريق الوطني بهذه المقاربة تنظن عندنا مشاكل خاصة يكون واحد العمل جدي كما قلت تنظن المقاربة اللي غتكون في مقابلة دي كأس العالم تنظن بأن الفريق الوطني سيكون أكثر احتياط سيكون فريق بدفاع منخفض حتى متوسط لأن الفرق اللي غل لتكون مقابلة لفريق القسم واللي تكون عند الحواد دي الكورة تنظن هذا تدمر لأن لا تحش بأن لا تكون هناك انضباط لجميع اللاعبين ما زال عندنا الوقت نتمنع الله في هذا أي لأن كما قال الفرق اللي غل لعبوا مع فرق قوية وقوية جدا هو تصريح غير مسبوك لأن حتى بعد مباراة أمريكا والهزيمة التولاتية كانت تكلم ولكن بحد أقل وعن جريبة سابقة رياض مع حارس المنتخب المغربي سين بنون قال بعد الإقصاء من كأس إفريقيا هناك في الكاميرون قبل أشهر قال بأن هناك علامة استفهام كثيرة حول أداء المنتخب المغربي حول تكتيك أو ضعف تكتيك في المنتخب المغربي الإعلام كان دول تصريح وكان هناك أيضا إشارة من المدرب وحيد في المؤتمر الصحفي عاقبة الإقصاء من كأس إفريقيا حول الحاصلة ولكن هذا الموضوع الطوية اليوم يعود عميد المنتخب الأول يتكلم والعام الثاني المنتخب يتكلم الأمور واضحة ربما وحيد لم يعد مقنع حتى للعبين شباك الله عليك سي عبدالله لأن جبتين المباراة والمسر والتصريح القوي الذي كان يسين بونو الآن يعاد من طرف سايس قاعد المنتخب الوطني يعني يتكلم باسم المجموعة وبالتالي سايس لبونو لا تتكلم عن المجموعة يتكلم عن كل ما هو تاكتيكي أظن بأن اليوم يأخذ لعبين في المنتخب الوطني بعد الدكار فنقف على هذا المدرب يتكلم بأن الأمور يتكلم المدرب يتكلم بأن البنك المساعد لا يوجد ناس الذين سيساعدون لا يمكن المدرب يتكلم وبالتالي لدينا مشكلة في المدرب لدينا مشكلة في المساعد لم يتكلم إضافة نظن بأن اليوم تحمل المسؤول لها إلا يبقى خالي مدرب للمنتخب الوطني يكون معه مساعد مغربي ذو كفاءة عالية لا يمكن أن تحمل المسؤول لها لنعلن عليها لتتخبط العشوائي في معالجة الأمور نظن بأن اليوم الأمور توضحات لنا بشكل جيد خاصة بعد صيح لأن المتخب الوطني لا يستقل على تشكيل معينة ومعينة وبالتالي يبقى اليوم بأن نحبس هذا النزيف قبل المشاركة النفك العالم هو نزيف محتمل إذا بقت الأمور كما هي عليها الآن كما قلنا الصيف فؤاد تكلم العميد وتكلم العميد المتخب المغربي قبل أشهر ومن يمكن نرى المباريات الأخيرة المتخب سجلنا 12 الأهداف على أفضل حارس في الدول الإسباني ياسي بنو تفوق على اسم كبير في الكرة العالمية البيلجي كورتو أكيد بأن هناك منظومة دفاعية سيئة للمنتخب المغربي في الفترة الأخيرة نعم منظومة سيئة لا يقل في الدفاع لأن المنتخب كرة القدم يمنظومة وليس الدفاع المنتخب ككل هناك خلال لأن لما كان لعب بخمسة ثلاثة اثنين وهو خمسة مدافعين وثلاثة ديال اللاعب وسط الميدان ومهاجمين يعني أن التنظيم الذي يرهن عليه واحد للوزيتش نقول أن الكورات توصل لخط المرمى أو منطقة الدفاعية توصل بسهولة لأن اللاعبين اللي أعطيناهم مهم مثلا على مستوى خط الوسط أنهم يساعدوا خط الدفاع لا يقوموا بالدور على ما يرهم لماذا؟ لأن كثير من الأحيان اللاعبين الذين يكونوا في وسط الميدان لا يقدموا المهام لما نرى مثلا في لقاء المنتخب جنوب إفريقي لاعبين كأملاح وكبرقوق لا يقدموا الإضافة على المستوى الدفاعي كان هناك تتاقل لماذا؟ لأنهم لا يلعبون مباريات لا يلعبون جاهزية ما عندهمش تنافسية مش لاعبين لربما كيرجعوا بشي سندوا خط الدفاع تم حتى المدافعين لما نتحدث عن أدام ماسينا التشبث بهذا اللاعب في الرواق الأيسر بالرغم أنه ما يلعبش مباريات ما يلعبش مباريات مع الفريق دياله فريق واتفورد ويني لعب آخر مباراة فقط لما الفريق غادر القسم الممتاز الأنجليزي نتحدث عن تراجع أيضا مستوى يعني حكيمي في اللقاءات الأخيرة ما كيش ذلك الدعم حتى كان عرفوا أن اللاعب حكيمي مثلا في الكورة ديال الهدف يعني كان هناك ما استطاعش هو معروف بالسرعة بالسرعة دياله ولكن ما استطاعش يلتحق بالمهاجم الجنوب إفريق يدي كلها عوامل اللي كان قولوا أن هناك هناك خلل ما هناك لما ما كيكونش عندك واحد المنظومة كورة واحد احداش على الأقل عشرات اللاعبين أو تسعة اللاعبين اللي كان يلعبوا ديما وكانتكون عندك القتالية على مستوى خط الوسط لأن الكورة قبل ما توصل أول مدافعة شكونا هو روى أول أول مهاجم يعني هو اللي يجتهد ويجتهد باش يمنع الفريق الخصم أنه يوصل لك للمرمض يالك هذا العمل هذا للأسف ما كنش القيام بها لماذا حتى ربما اللاعبين اللي يكونوا عندك في الأروقة في الرواق الأيصر وفي الرواق الأيمن اللي قدروا يساعدوا الظاهر الأيمن والظاهر الأيصر ما كينيش لأنك انتك تلعب جوش اللاعبين في قراءة سيحاربة دائما يأيما الكعبي ونصيري يأيما مثلا نصيري وتيسودالي فبالتالي الكورات كتوصل بسهولة للمربع العملية ديالك ربما نذكره أن الحالة بالنسبة انتكت ربما بشكل ضمنه حارس نذكره اللقاء المجموعة من الهجومات هذا ماذا يعني يعني أن الفريق الخصم يوصل بسهولة وربما هذا هو المشكل صديقي فوقت بالعكس قلت لك بأن هذا اللي تفوق على كورتو يأتي المتخاب وراكيت بهذا صراحة في المرضي الأمريكي كنا نقضي وخصره في شيخ خمسة وللسة غير نبقى معك فوقت بسرعة يعني كنشوف قناعات راسخة عند المدرب في المرشد أمريكا 20 دقيقة في المرشد المغرجون الأفريقية 20 دقيقة يعني عنده أسماء وبينما برقوق اللي ما كيلعبش مرة كان لعبه أساسي شخصيا أنا أنا كنت في منصة الصحافة كنت متواجد في المنطقة اللي كان فيه أيمن برقوق لعب تائه باش ننجيه لعب اللي ربما عطاه واحدة ريولوجيش أنه يكون أكثر في الجهة اليمنى لعب اللي حتى أنه الركض ما كيركدش وبحالك يبتعد على أنه يتلقى كورات لا يمكن أنك أنت لعب وسط الميدان لما لا تحدث وسط الميدان وسط الميدان هو المحرك دينامو الفارق هو وسط الميدان هو حلقة الوصل ما بين الدفاع وبين الهجوم فإذا ما كانش عندك أنت واحد خط وسط ليكون ديناميكي ويكون حركي ويكون كي يبحث على الكورات وكي يدافع وكي يهاجم فأربما ما يمكنش لك أنك تكون هناك تواصل ما بين خط الدفاع وبين خط الهجوم وبالتالي ففرص فرص تسجيل كتنعدم هذا هو المشكل المتروح بالنسبة الآن للناخب المغربي لما نقول التعنت دياله ولما نقول الفكر المتحجر أنه عنده قناعات مع لعبين مقسنع بهم حتى وقربما وخا ما يكونش عنده فريق هذا هو المشكل يعني نشوفوه بالنسبة لأيمن برقوق ما يخصوش يرجع عنده التنافسية ربما لعب وانده إمكانيات ولكن اللعب للا ما كيلعبش أسم أدم ما سيناء لماذا أنا ما قديش نقحم أعطيات الله لأنده تنافسية مع فريق الوداد لعب ربعين المباراة لعب فريق لعنده المعنوي داله مرتفع فائز بدوري الأبطال لماذا ما نعطيش الفرصة دياله فهذا المباراة ونشوف شنو غا يقداري شنو غا يقداري شنو غا يقداري لكي أكد فؤاد الكلام ديالك هو أن هناك تخبط من المدرب واحد بالأمس اسمعنا بأن جبران التحق بمعسكر المنتخب المغربي ليبكي كلام ربما داري سيلتحق بالمنتخب المغربي انتليه مع تشتياد اللاعبين يعني كلام صراحة لما نتحدث عن اللاعبين يعني أصدقائي لأنه شهر رمضان المبارك اجرى فريق الوداد البيضاوي مجموعة من لقاءات لا في منافسة البطولة لا في منافسة يعني دوري أبطال إفريقية وهي المباريات اللي كان فيها حاسمة اللي كانت أمام بيترو أتليتيكو أمام شباب الوزداد وأيضا دور نصف النهاء أين كان وحيد لم يكن هنا في المغرب كيفاش انتبغي تناخب مغربي غير يحكم على هاتي اللاعبين وعلى المرضود ديال هاتي اللاعبين وعلى التطور ديال هاتي اللاعبين نحن نعرفهم على الساحة وكاللاعبين لخداو لطوروا في الأوين الأخيرة عندهم تنافسية خلطوا لقاءات حاسمة ولقاءات هامة إذن لما كانش واحدة اللي لوجيتش كيتابع هاتي اللاعبين كيتابع برقوق في ألمانيا وبرقوق أصلا مجرد طيب يا كيبقى هو وحيد زماني في الفكر ديالوف من حقه كمدرب أن تكون عنده قناعات ولكن تكون قناعات مبررة ومفهومة لأن مهما يكون أنك تقحم لعب غير جاهز دائما تقولنا بأن مكان أو المنتخب المغربي دائما محجوز اللاعبين الجاهزين سأعود إليك سي خالد فهمي المنتخب المغربي كما نقول دائما هو في هذه اللحظة بالذات هو في مفترق طرق اليوم هناك مباراة مقبلة أما منتخب الليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقية بطبيعة الحال التأهل اللي كان ليس يعني إجازا في حديثاته ولا أيضا ليس رهانا أيضا ولكن اليوم الكل يقول بأن وحيد آليلوزيتش لم يعود رجل مرحلة ويعني مسألة الإيقالة دي له مسألة وقت فقط أولا نرجع شيئا الوراء اللي تنتكلم على الشاكلة أو عدد اللاعبين في كل خط كما تدويتوا على 5-3 جوج أو 4-4 جوج أو 4-3 إلى ما غير دائما فالمهم هو في هذا الشاكل أو عدد اللاعب في كل خط هو التناسق أو التنشير التنشير مهم في كرة القدم لماذا؟ لأن دفاعيا على اللاعبين باشي يضيقوا المساحات على الفريق الخصم وهجوميا خلق المساحات وهذا هذا الأشياء مهمة جدا يخص العمل عليه بشكل كبير ولكن كما ترجع السفؤاد فاللياقة البدنية تكون هي القاعدة الأولى لأن اللاعب مش ممكن يكون تاكتيكيا منضبط كذلك تقنيا بإمكانه يدير جميع الحركات مضبوطة في الوقت المناسب فخص يكون بدنيا في مستوى جيد وتنعرف التنافس مهم جدا لأن التدريب لا يمكن أن تعود التنافس والمقابلات وبالتالي شكرا مجموعة اللاعبين 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 هو تقنيات جيدة لعبا ملاح كذلك تقنيات جيدة ولكن الأسف بدنيا كذلك اللاعب المدافع الأيصر ولعب عنده تقنيات عنده مستوى لكن بدنيا فالأسف ما عنده مش هدك المستوى اللي بإمكانهم لمدة طويلة يلعبوا في مستوى تنافسي كبير وبالتالي هذا الفريق الوطني يكون عنده موضوع ديال سي خليد هنا كمان يقول أنه زمن نهاية الموسم وكيدنا واحد للعائية بسبب اللاعبين ولكن العائية على جميع اللاعبين المتخل المغربي الجنوب إفريقي المتخل الأمريكي يعني كل المتخبات هي في نهاية الموسم بسببية أو اللاعبين رهما في نهاية الموسم هذا مشكل هذا مشكل ديامتي عنه من جميع الفرق ومشي الفريق الوطني وبتالي هذا تكون هذه الحنكة المدرب لأنه تنعرف بأن الفريق الوطني عنده كأس العالم على بعد 4 أو 5 أشهر فألي الكلام يكون تحفيزي أكثر لأنه يمكن تحفيز اللاعبين قول بأن عندنا مقابلات حقيقة بطرفية صعبة شيئا ما لأن مجموعة من اللاعبين أو أغلب اللاعبين فلعبوا موسم طويل وكانوا في تين تنوب بفارغ الصبر باشي نشو يخدوا العطلة ديالهم وانا كان مقابلات مهمة التي تدخل في استعداد الفريق الوطني وكذلك يمكن تحفيز اللاعبين بأن هذه المقابلات مهمة التي تعطي واحد الفكرة الفريق الوطني أو الناخب الوطني اللاعبي اللاعبين يستعمد اليوم في كأس العالم بالنسبة للسؤال تنظر المقابلة التي سنقوم بها اليوم 2 تنظر ستكون مقابلة مطابقة للمقابلة لعبنا جنو إفريقيا الخاص تنظر سألعب دفاعيا وبالتالي علينا باش نكون أحسن خصوصا في التحول كما قلت سابقا من الهجوم للدفاع فغيكون عندنا الكورة في أغلب الأوقات نظرا الحنكة والمهارة دي اللاعبين المغاربة وكذلك تجي عدد الجمهور المغربي ولكن يجب علينا تصحي الأخطاء كذلك ما ننسوش بأن في المقابلة السابقة فكت عندنا عشرة ديال ضربة زوايا ما ستطعنا جباش الخلق ولا فرصة رغم أن مجموعة من اللاعبين تنتز ضربة رأسية نعطي شاب المثال لعب نصيرية لعب سايس لعب أقل فكنا في المستوى وتنعرف بأن ضربة ثابتة الآن 40% من الأهداف تجيب ضربة ثابتة تنظون هذا هو محور العمل للناخب الوطني التي تحسين الأمور وكل فريق أحسن في المقابلات المقبلة إن شاء الله سي خلدونك إجمع لأن المنطقة المغربية توفر لعبين متميزين لكن كمجموعة الأمور تحتاج لعمل كبير تقنيا وتكتيكيا أعود إليك من جديد السرياض الغازي هناك مدى تدربي كما قلنا قبل قليل هناك إجماع أو هناك شبه إجماع على أن المدرب وحيد لم يعود رجل المرحلة هناك كلام كثير حول إقالة محتملة لهذا المدرب بعد مباراة ليبيريا نعم أولا قبل أن أذهب لك السؤال أخي عبدالله لا تكون ذاكرة صغيرة لأن اليوم كنت حدث على المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا فأعطي مباراة كان فيها المنتخب الوطني تاكتيكيا وتقنيا في المستوى الجيد منذ المجيء من نحن نناقش نفس العمر التركيبة البشرية التقني المستوى التاكتيكي وكذن كان لم يكن تطور كبير نهاية الموسم ليس عائق بالنسبة اللاعبين لكن هذه اللاعبين في المستوى الكبير الثاني حاجة لأن تكلم على اللاعبين التي تنفر عليهم المنتخب الوطني ليس لدينا لعبين من المستوى العالي لكي نكون واقعيين لدينا ثلاثة أسماع أو أربعة أسماع نتافقين مستوى جيد لعبين في المنتخب الوطني هذه من جهة من جهة أخرى الحديث على الإقالة للناقب الوطني كنظن بأن أصبحت مسألة حتمية بالنسبة لجامعة الملكية المغربية لكي نكون القدم كما تكلم من قبل هناك أسماء التي ترش في الكواليس مثل حسين عمو تاولى وليد الرقراغي كنظن بأن اليوم لديك خيارات إما الإبقاع على واحد كمدلب والاستغناء عليه إذا كان يبقى على واحد فالجامعة الملكية المغربية لكي نكون القدم لكي نكون مدرب وطني يكون مع واحد خلال نهاية الكاس العالم وبالتالي ستمره في المدرب مستقبلا وإذا كان الانفصال على واحد يجب أن يكون المدرب نحن لا نقول مدرب مغربي أو أجنبي ولكن المدرب يجب يكون عارف المنتخب الوطني بشكل كبير الداخلي للإدارة التقنية الوطنية وبالتالي هذا هو رجل المرحلة من هنا إلى كاس العالم إلى نهاية كاس العالم من بعد كان كلام آخر نعم رياض الغازي السفؤاد يعني كلام كثير حول إقالة محتمى المدرب وحيد من الإدارة التقنية المنتخب المغربي أنت كمتابع وحضرت المباراة الأخيرة مع جنوب إفريقيا هناك في الرباط وتبعت كل المباريات وش باقي كتب أنه وحيد يقدر يكون هو رجل المرحلة في المنتخب مغربي المقبل على مشاركة نقول عنها تاريخية في مونديال قطر أو المونديال يقام في المنتخب العربية ستكون آخر نسخة 30 منتخب سيكون حضور جماهير يغافير ستكون نسخة ستنائم كاس العالم ووحيد اليوم كمتتبع كتبعه هو رجل المرحلة ونعطيه هذه الصفحة ونعينه مدرب جديد لقيدة المنتخب نعم ربما هو منذ يعني منذ فترة يعني منذ نقول عام أو سنة ونصف يعني نحن وخل المنتخب مغربي يحقق انتصارات لكنه لا يقنع حتى في حتى لما كان يعني سجل الانتصارات في كل لقاءة الإقصائية دياله المؤدية لنهائية كأس إفريقية للأمام أو إقصائية كأس العالم يعني المنتخب يعني ما يعطيك انطباع أنه منتخب قادر على رفع التحديات صحيح هناك انتصارات تم تحقيق لكن تم تحقيق انتصارات على منتخبات مغمورة وتم تحقيق انتصارات لأن المباراة اللعبات في المغرب لم نرى حق حقيقي للمنتخب مغربي خارج الديار كأننا نتمنى أنه منتخب مغربي يلعب في غينيا الاستوائية في المالاوي يلعب أمام منتخبات ليبيريا مثلا خارج الميدان لكي نعرف القيمة لعبنا امريكان اخذنا تلاتية ورجعنا حامدين شاكرين لما كان اختبار الأول حقيقي أمام منتخب مصر تم بنت الحقيقة هذه المجموعة بنت محدودية الأفق بالنسبة للمنتخب المغربي بنت محدودية اللاعبين هناك نشاط الرأي صديقي رياد وقلت في مرات عديدة أنه المنتخب المغربي عنده ثلاث أو أربع عناصر على المستوى الدولي باقي اللاعبين يعني متوسطي المرضود والدليل لذلك أنهم يلعبوا في أندية متوسطة لما نتحدث عن واتفورد أو نتحدث عن كوينس بارك رونجرس أو نتحدث عن بريج أو نتحدث عن فيورنتينا وهذا شيء في حالة لما كانوا اللاعبين يلعبوا في أندية ديالهم اللاعبين اللي يمكن لنقل السيني غالي ما زال لكي توفر على لعبين متوسطين المشكلة الآن لعبين متوسطين ولكن لدينا ناخب المتحجر أقل من المتوسط لا ناخب اللي ما استمع وكما نشوف الآن غياب يعني مساعد المدرب يعني هذا شيء غير معمرنا ماش هنا أنه لا يكون هناك مدرب مساعد لا يوجد لا يوجد طاقم تقني لراجل يقوم بالاختيارات هناك مدرب الخلية العمل على الأقل مدرب ومدرب المساعدين يسدي له النصح يكون لديه واحد الحوار واش يدخل هذا اللاعب واش اللاعب جاهز واش اللاعب بهذا لأنه لا يمكن أنك لاعب كل مرة ستتلعب بطاكتيك يعني لتحمقه يعني لأنه لا يمكن أنه على أخذ الدفاع على أخذ مساوة دفاع لعبين يعني كأكرد ورومانسايس اليوم ستلعب معهم ساميمايق ستلعب معهم اليوم نهار آخر ستلعب معهم واش لا يمكن لأنه لا يمكن لاعبين لعبين عندهم نسق اللي يلعبوا فيه يلعبوا في النسق فكيجوا المنتخب يوجدوا واحد طريقة اللي هي واش منتخب الألماني كيغير الخطة وهذا صديقي فؤاد هو السبب لكيجعل في أعريض من الشريع رئيس المغربي غرب مع هذه القادية للتعريض المدرب أنا ربما حلقات وحنا في بانوراما كنت حتو حتى أنا ربما بعد اللقاء المنتخب الكونغو الديمقراطية تم تسريب يعني أسمح لغرون بلون يعني إلى غير ذلك الآن مرة أخرى كنت خرج أنا ما عرف شنو هو السبب للا تسريب هاد هاد الأخبار وناس يتحدثوا على أن هم متأكدين ناس كانوا متأكدين في فيلاس بواس يعني وكل واحد يخرج لك خبر يتأكد وخبر حصرير ها شنو كين وشنو لا شيء من ذلك حدث اليوم عنده كواليس وحصرير عاوض وكواليس وحصرير وكواليس هو المدرب اليوم في صمت الجامعة مرحلة وشتة الصمت يعني يعني علمات الرئيس كيف ما يقولون أو لا ربما نشمو الساعات المقبلة شنو ستقول ما ما يكون هنا كان يشبه إجماع من الشارع الرياضي المغربي على أن مرحلة المدرب وحيد يجب أن تطوى لنتابع عين من الشارع المغربي فقرة الكلمة للجمهور لنتابع بداية الميصر كان خص المدرب يمشي وما فهمتش أنا هذا القراش كل إخدا جل أنه يتعطل وكنشوفه في الأداء يتراجع ماتش بعد ماتش وبالزافة اللعابة اللي ما تناداش عليهم واللي من نادع لهم كيديرو شتنافسية المباراة بالنسبة لي أنا المدرب يجيبونا شي مدرب اللي رضلين ذاك القيتالية كمدار رونار وكان يحمسنا المدرب وحيد مبقاش بزاف ديال الوقت باش على المنديال أنا في نادار يبقى ويزيد مازال يخدم وحاول يقلب إلى أسماء جديدة اللي عيطوا لها باش يدعم الفارق الوطني ديما وحيد كي خرج من راس لمن عنق الزوج كانت منه ويعود إعادة من أدار ويستدعي الحمد الله اللي أنا كانت منه ونشوفه في المنتخب الوطني في كاس العالم وحيد تنتني بأنه راجل كبير ما قريب اللعبة باش أنه نشوفه مدرب ضرب مع لعيب أنه قوله شرب الماء ما تشرب وميس بغيسر دوت الساب الجمهور المغربي يسعطي قرح هذا الماء تنتني بأنه راجل المرحلة المرحلة ديوله سالات مدرب حسنا مدرب مدرب جيد لإرد المنتخب في الوطني المنزل وكني بأنه لا يوجد مدرب اللي يزوم بناتهم بش نوك عرفو يديرو كين الطاقات كل شي ولكن أخوية المنزل التاكتيك يعني غان ندور البروجيكتور كامل من القوة وانا كيبال يبقى أنه 80-90% المدين المغربة تو ما راضي على القوة هذا ممكن شغل نحن ونحن كامل وبرو هو اللي هناك شيء بإجماع على أن مرحلة المدرب وحيد يجب أن تطوى وهذا موضوع بقاء وحيد بن عدمي هو موضوع الساعة في الشارع الرياضي المغربي قسم الدجيتال في قناة ميدان تيفي قام بستطلع رأي لمعرفة أراء الشارع الرياضي المغربي حول مسألة رحيل المدرب وحيد أو بقائه مع المنتخب المغربي وذلك عبر صفحات القناة على مواقع التواصل الإجتماعي فكانت النتائج على الشكل التالي 87% من المشاركة في ستطلع الرأي يقولون بأنه يجب أن يغادر المدرب وحيد المنتخب المغربي أو يجب أن يقال بينما 16% فقط يقولون بأنه يجب الإبقاء على المدرب وحيد لأن المونديال على بعد أشهر قليلة فقط سي فؤاد عليك هذا ربما يعكس الغضب الجماهيري منذ فترة هذا الغضب الجماهيري ليس وليد اليوم ليس وليد هذا المباراة هو غضب كما نقول الجمهور المغربية عاشق لكرة القدم يعرف أن هذا المنتخب هذا بالرغم من النتائج لا تشفع للناخب المغربي لا تشفع لهذه المجموعة لأنه لم في أي لحظة من اللحظات طوال السنوات الثلاثة الأخيرة يعني ما عرفناش أنه ما كانش هناك منظومة دعنا نقول أن مع أغفرغوناق يعني كانت هناك نتائج وكانت تحس أن هناك مجموعة كتيك تحس أن هناك يعني واحد النهج تاكتيكي اللي يعني كي آمن بأغفرغوناق واللي بطبيعة الحال كي يمشاوط النتائج المرجوة حتى وإن كانت هناك خيبة أمل على مستوى نهائية كأسة أفريقية في نسختين في 2017 وفي 2019 ولكن كنتي كي يبلك أن هناك نهج هناك يعني العناصر اللي كانت تلعب هي اللي كتلعب العناصر اللي جاهزة هي اللي كتلعب ما كنش هناك أماكن محجوزة للبعض اللاعبين للبعض الأسماء اللاعب اللي كيكون جاهز واللي كيكون يعني عنده مباريات فرجلو حتى كنا كندكروا أن أغفرغوناق ننتقد اللاعبين لكي مارسوا في البطولات الخليجية لكنه اقتانع من بعد الفترة أن هناك لاعبين لكي مارسوا في البطولات الخليجية ولي عندهم القدرة وعندهم الإمكانيات باش يدافعوا على ألوان المنتخب المغربي السي فؤاد اليوم الجميع أو معظم الناس معظم الشارعيات يقول بأن مرحلة المدرب وحيد منتهية ولكن شكون هو الربان المقبل للمنتخب المغربي كلام كثير حول هوية هذا المدرب لكن في تصريح سابق لرئيس الجامعة الملكية المغرب في قوة القادرة فوزي القجاع لموقع ميديا 90 قال بأن الجامعة تحضر الحسين عموتة ليكون مدربا للمنتخب المغربي الأول لنتابع عموتة نريد أن نعطيه لأحد الفرصة ينفتح على الفضاء الكوراوي المغربي هذا الأفضل الذي يلعبه في المغرب وفي الخارج هما مستقبل هما الفريق الوطني المقبل فعموتة نحن حطنه باش يمشي بشكل تصاعدي وفي وقت من الأوقات يرجع مدربة الفريق الوطني هكذا هذا عادة مسألة عادة في الحياة باش يوصل واش نخليه في معزيل على دول اللعابة اللي غادي يلعبوا في الفريق الوطني يقصوا يعرفهم يدربهم يتصل بهم يتعلم يكون فكي لجوارة الأوروب يتبعهم دول فلسفة لا بير إذن هذا التصريح عمره خمسة أشهر وكان برمج حوار لزميل جمال سطفي اليوم مع الكلام الكثير حول هوية الربان المقبل المنتخب المغربي كلام كثير حول إما الحسين عموتة وإما وليد الرقراقي سي خالد فهمي بداية كيف تعلق على تصريح رئيس الجامعة فوزي القجاع اللي قال قبل خمسة أشهر بأنه يحضر الحسين عموتة ليكون مدربا للمنتخب المغربي في المستقبل نظن هذه استراتيجية مهمة لأن الأبغاية المدرب الوطني يجب أن يكون عنده واحد احتكاك عنده واحد العلاقة بالطريقة ديال العمل ديال النوخة الوطنية أو ديال سع موتة فهو الآن تنظن تجغل منصب دياله داخل المنتخب الرديف هذه لمدة سنتين أو ثلاث سنوات عنده معرفة شاملة بجميع اللاعبين كذلك والطرق ديال العمل عنده جريبة عنده الكفاءة بما يكفي باش يتحلي الفرصة ويحقق نجاح إيجابية فأنتمنى على الله لما لا حسين عموتة وآخر مدرب المغاربة اللي في الموسيا ولي بإمكانهم يخلفوا المدرب واحد ولو أنه الآن أمور غير بحسومات تنظن أولا باش نخلفوا أي مدرب خاصة تكون واحد تحليل موضوعي بعيدا على الأحاسس والمشاعر لمعرفة الإيجابيات والسلبيات لتغيير مدرب خصوصا قبل خمس أشهر كأس العالم وبعد ذلك تخذ القرار اللي هو خاص يكون المناسب لتحضير المتخب الوطني الأهم من كل هذا أو ذاك هو أن الفريق الوطني يكون أحسن حول لك أس العالم ستصدرنا مقابلات كبيرة وتنظر الجمهور المغربي فهو عاشق للفريق الوطني يتمنى يكون فريق الوطني في مستوى ستطلع للجمهور المغربي وهذا هو الرهان اللي كان للجميع كي وضعه للمتخب المغربي اللي غير شارك في مونديا للمرة الثانية وليان وللمرة السادسة في تاريخ أعود إليك رياض أتصريح فوز لقجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية قبل خمسة أشهر لموقع عمدية تسعين كيف تعلق أنت على كلام رئيس الجامعة اللي قال بأن حسين عموتة سيكون مدربا للمنتخب المغربي في المستقبل وربما هذا المستقبل جاء سريعا وقد نرى عموتة مدربا للمنتخب المغربي الأول في غضون الأيام القليلة المغبلة أنا كتشرت لها من قبل بأن الأقرب إذا كان غيكون تغيير ذي البهيد خالي روزيتش والحسين عموتة لأنه عنده معرفة كبيرة بالمنتخبات الوطنية أقريب من الإدارة التقنية الوطنية شارك مع المنتخب المحلي منتخب الرددي في كاس العرب اللي كانت قامت في قطار وبالتالي كان ضمن زيان يكون عندنا تفكير بحلو كان رئيس الجامعة تفكير للإستثمار في ناخب وطني أو إيطار مغربي لتقلد المهام للمنتخب الوطني الأول هذا شيء وليس يكون هذا شيء كان يكون سنوات ولكن على الأقل إذا كان سيفوزي القجاكي عنده هذا التفكير وهذا الإستراتيجي فكان نظن بأنه هذا شيء كان نقصنا وهذا شيء كان نقصنا تشغله فيه هذه السنوات لأنه كان الأطر الوطنية تبتت بأنها تستحق قيادة المنتخب الوطني ولكن بشرط وأسطر على هذا الشرط يجب إعطاء جميع الصلاحيات للأطر الوطنية والإطار الوطني إذا أعطيت له قيادة المنتخب الوطني والصبر عليه كما صبرنا على مدربين أجانب لم يعطوا أي إضافة للمنتخب الوطني هناك نتائج إيجابيكات مع المدربين الأجانب في فترة السابقة وأخرهم صراحة الونار اللي عاد بالمنتخب المغربي المونديال بعد غياب دام أكثر من عشرين سنة أو عشرين سنة بالتمام والكمال منذ مونديال فرنسا إلى مونديال روسيا اليوم فؤاد كيف ما تبعنا هناك كلام كثير حول الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب المغربي في مرحلة المقبلة كين عموتة كين وليد كين ربما أسماء أخرى ما لا نعلمها ولكن مهما يكون صمت الجامعة هو اللي خلها تبلع بزاف دير النقاش موضوع الشارع الرياضي المغربي علينا وعموتة سبق له كانت تجربة مع توليفة الرباعية كانت ذكره في 2009 لم تأخذني الداكرة مع كل من جمال سلامي وعبد الغني بن نصري وحسن مؤمن كان هناك توليفة تاريخية وفي ذلك الفترة كان مدرب شاب وتم وضع اعتقا فيه لأنه أبان عن مؤهلات دعنا نقول أيضا أن آخر إنجاز ماذا يمكننا للمنتخب للمنتخب ولوه مباراة نهائية للكأس الأفريقي الأمم كان مع مناخب مغربي اللي هو بدو الزاكي في عام 2004 بعد ذلك كل تجارب التي تم اتخاذها مع مدربين آخرين وبتكاليف مالية باهظة نتحدث عن إيريغريت مثلا على سبيل المثال للحصر إغفغناغ دعنا نقول أنه أعاد بعد الدفء للمنتخب المغربي بتأهل لنهاية كأس الأعالم بعد غياب دام 20 سنة بمرور الضور الثاني لكأس أفريقيا للأمم بعد ما يناهز أربع دورات لكن الآن هل التساؤل المطروح هل هو رجل المرحلة بالنسبة يعني بالنسبة للمدرب عموت لأنه الاختيار أو تغيير الناخب ربما كناك نتضروه بعد تأهل لنهاية كأس العالم يعني لأن الجامعة دعنا وحد الشهرين كناك نضع تساؤلات يبدو أن الجامعة كانت بغاية توضع يعني للناخب المغربي بقضية ديال اللاعبين لما تمشي الاستدعاء ديالهم ربما كنت تنتظر الموقف يكون أكثر تشددا من قبل واحدة للوجيش لكن واحدة للوجيش ارضخ يعني ذلك الرجل ذلك العجرة فهذه ذلك تعنت دياله يعني ضربوه في الحائط وقبل بأنه يوجي لاعبين لكن يعني يحلف أنه ما يوجيش لهم الدعوة ما دابوا على رأس المنتخب نتحدث عن نوسيل المزراوي نتحدث عن أمين حاريس ونتحدث أيضا عن ربط اتصالات مع حاكم زيير سفؤاد وقت نتها نعم نتها والجميل في النقاش الذي نقوله مؤخرا هو أن في سنة الآخرة المدربين المغاربة حقه أن نتائج مع المنتخبات والأندية المغربية في 2017 عموثة دوري الأبطال في 2022 ويلدر قراغي عموثة في 2020 كأس الشان وأيضا طارق سكيتيويد دا كأس الكاف وجمال سلامي أيضا جمال سلامي دا الشرق عام 2019 أو 2018 إذن نتها وقت البرلمج شكرا جزيلا لك سي رياد كنت معنا مدينة دار البيضاء والشكر موصول شكرا جزيلا لكم وتحية أيضا لخالي الفوامي والشكر موصول لصديقي خاليد فوامي كنت معنا أيضا من الدار البيضاء شكرا لكم على الصدافة وحد سعيد المتحدة الوطني في مقابلة المقديرة حد سعيد المتحدة المغربي صديقي فواد شكرا جزيلا لك شكرا لك صديقي عبد الله والشكرا لكم أصدقائي خليد وريات ختام حلقة اليوم مشاكرا من برنامج بانورما سبور شكرا على طيبة المتبعة في أمان اشتركوا في القناة شكرا لكم